أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 18 لعام 2013 المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 29 لعام 2012 والتي تتعلق بالعقوبات المفروضة على كل من يزاول مهنة الصرافة من دون ترخيص والأشخاص الذين يقومون بنقل أو تحويل العمولات الأجنبية أو الوطنية بين سوريا والخارج من دون ترخيص مسبق ونص القانون على معاقبة كل من يزاول مهنة الصرافة من دون ترخيص بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا وأي مبالغ مدونة وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على أن لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية ونص القانون على معاقبة كل من يقوم بنقل أو تحويل العمولات بين سوريا والخارج من دون ترخيص مسبق مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح إدخاله وإخراجه بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا وأي مبالغ مدونة وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على أن لا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية كما نص القانون أيضا على أن لا تعاد المبالغ المضبوطة إلا بعد الفصل في الدعوة واكتساب الحكم الدرجة القطعية فيما تقول الأموال المصادرة لصالح مصرف سوريا المركزي كتعويض مدني وتعد إرادا له وتقول الغرامات المحكوم بها بموجب أحكام هذه المادة إلى الخزينة العامة